بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو مننا نبلش ونبدأ في شابتر واحد من محاسبة واحد. وطبعا شابتر واحد اسمه accounting in action. خلينا نشوف نستعرض شو المحاور الاساسي فيه طبعا مثل ما احنا شايفين خمس محاور. المحور الاول بحكي عن basic concepts. يعني امور نظرية مهمة. في عندي three activities. ثلاث انشطة اساسية ده المحاسبة. في عندي accounting data users. اللي بيستخدموا المعلومات المحاسبية. بعدين في عندي building blocks of accounting. يعني الجدار او البناء الحامل المحاسبي. اللي هو طبعا في مقدمة وكون الاثيكس. اللي هي الاخلاق. بعدين الجاب. اللي هي المبادئ المحاسبية المطبقة في البلد. بعدين في عندي measurement principles. مبادئ القياس. في عندي assumptions. اللي هي افتراضات. في عندي المحور الثالث. owner's equity effects. تأثيرات. التأثيرات على حقوق الملكية. طبعا هو بشمل على الثلاث برود احساسي. الاساسيتس. والليابيليتيز. وطبعا ال owner's equity في النهاية. في عندي المحور الرابع. tabular analysis. هذا اهم اشي طبعا. طبعا هو جدول من خلاله من نحلل العملية المالية. اللي هي transaction analysis. تحليل العملية. وبعدين summary of transactions. بيكون معروض في tabular. اللي هو في جدول التحليل. المحور الخامس والاخير. financial statements elements. عناصر القوام المالية. طبعا راح نتعرض لها income statement. اللي اليوم منا يعني ندخل على المحور الاول. اللي هو يشمل على basic concepts. اللي بيحكي عن three activities. وايش كمان. accounting data users. طيب. اذا هاي رقم واحد. identify the activities and users associated with accounting. يعني منا نتعرف على انشطة المحاسبة الثلاثة وال users. اللي بيستخدموا هذه المعلومات المحاسبية. طبعا الكتاب بيحكي لك هي كمقدمة عن الشركات. ensure to understand your organization you have to know the numbers. حتى انك تفهم يعني المؤسسة اللي انت مستثمر فيها لازم يعني تعرف الارقام. شو معنات الارقام. وطبعا المحاسبة بتعامل مع ارقام. accounting consists of three basic activities. في عند ثلاث وظائف للمحاسبة. it identifies. يعني تعرف وتحدد. records. تسجل. and communicate. توصل. ليش? the economic events. اللي هي الاحداث الاقتصادي. وليس غير الاحداث الاقتصادي. of an organization to interested users. الى المستخدمين المهتمين بهذه المعلومات. let's take a closer look. اللي هم بدنا نجح على هذه three activities. ونشوف يعني اه شيء من التفصيل عليها. as a starting point to the process. اول اشي. a company identifies the economic events. relevant to expenses. يعني لازم المؤسسة اتحدد المعاملات الاقتصادية اللي بتخص بشروعها. اما المعاملات غير الاقتصادية المحاسبة ما لا علاقة فيها. يعني examples على economic events. شو يعني اعمال اقتصادية وتجارية يمكن السير في المحل. مثلا هنا معطيني مثلا sales. مثلا في عندما بيعات. مثلا سيل. of snack chips. buy اللي هو ببسكو. مثلا في عندي provision of cell phone service. مثلا مخصص لخدمات التلفون من قبل هذه الشركة. مثلا في عندي payment of wages. مثلا مدفوعات رواتب. كل هذه تعتبر economic event. طبعا لك قدام احنا ان شاء الله لما نيجح على هذه الخطوة راح ناخذ امثلي اكثر وتطبيق عملي حتى نتعلم كيف احنا نعمل identification لل business transaction او لاليكونوميك افنت. لاليكونوميك افنت. عفوا. الآن once a company يعني انها تحدد الاكونوميك افنت. طبعا مثل ما حكينا يعني يتمي التسجيل بعد ما انه احنا نحدد الاكونوميك افنت. طبعا ان اراتي بروفايد اهوستر اهوستر او الانشطة الاكتيفيتز. طبعا هذا التسجيل يعني يعطي تسجيل تاريخي الانشطة الاقتصادية. اه طبعا على شكل systematic اشي منظم ecological diary of events. يعني شكل منظم بشكل تاريخي لالاحداث اللي صارت طبعا مجرد ان دولار. لانه الاكونوميك افنت من اهم يعني الامور اللي بتميزها انه يمكن اهو تقييمها بالنقد. يعني واحد بكلك احنا بيعنا بضاعة. اكيد فيه الهقيمة النقدية. يعني بيعنا بالف. بيعنا بالفين. بيعنا بثلاث تلاف. يعني مثلا بكل دفعنا رواتب. اكيد انه فيه الهقيمة النقدية. يعني هذه الامور اللي تقيم بالنقد. الركوردنج اه اوكي. فاينالي اخر وظيفة الكميونيكيشن. طبعا المؤسسة كوميونيكيتز. ده كوليكتيت انفورميشن. يعني بتوصل وبتعطي المعلومات اللي جمعتها. لمين؟ لليوزرز. الانتريستيوزرز اللي هم الناس اللي بيهتموا. فالاكاونتنج ايش ريبورتز. بالخلال طبعا اللي هو التقارير المحاسبية. طيب الان اهم جزء في الاكاونتنج ريبورتز. هو الفاينانشيل ستيتمنتز. اللي هي القوائم المالية. القوائم ايش المالية. طيب انا بعطيني هنا شوية امثلة. طبعا انا بعطيني شغلي انه الساج داتا اللي هي في الفاينانشيل ستيتمنتز. الساج داتا البيانات هنا. ار سيتو بي ريبورتز. انذا اغريقيت. يعني بشكل تجميعي. بشكل ايش? تجميعي. وليس بشكل تفصيلي. يعني مثلا. ممكن مثلا. اندي كافاتيريا بتبيع في اليوم مثلا. يمكن متين مرة ولا ثلاثمائة مرة. الان احنا خلص يعني منيجي اخر السنة. ومنجمع مجموع المبيعات. هاي اغريقاشينا نسمي تجميع. مجموع المبيعات. نقول كدهش بيعنا خلال السنة. مثلا بيعنا بخمسين الف شكل. خلص منحط مبيعات خمسين الف شكل. ما منحط والله اه بيعنا يعني في اليوم هذا بيعنا بمية وهذا اليوم الثاني بيعنا بمية. لا. هذا في الفاينانشيل ريبورتز ما منحطش التفصيلات هذي كلها. اذا على ايش? اغريقاشن باسيس. على اساس تجميعي بتم عرض البيانات. طيب الان اه اه وظيفة الكميونيكيشن هذي. اه تجمل ايضا تجمل أيضاً عنها الاناليز والانتريبريت يعني أيضاً بدو الكميونيكيشن عشان يكون مفيد لليوزرز لازم المحاسب يحلل ويفسر هذه الأرقام الموجودة في الـ Financial Age Reports طبعاً بالنسبة للاناليزز يعني كيف عنا بنحلل ممكن نستخدم اللي هو ريشوز اللي هو نسب وبرسنتاج نسب مئوية مثلاً الـ Graphs والـ Charts الرسومات ومخططات حتى أنه يعني نحدد ونعلم الملامح الأساسية في المؤسسة والاتجاهات يعني الصاعد والهابط يعني الـ Interpretation التفسيرات تشمل على explaining the uses يعني شرح الاستخدام والميننج والمعاني والليميتيشن وعيوب يعني والأمور غير المفصح عنها في الـ Financial Reports طبعاً أنا أعطي إلوستوريشن واحد لواحد بعطيني سمري لهذه الـ Activity الثلاثي High Identification اللي هو تحديد العملية المالية أو تحديد بعدين Recording تسجيلها بعدين Communication اللي هو توصيلها المين للـ Users وطبعاً في عملية الـ Communication بتتم عملية اللي هو Analyze والـ Interpret اللي هو التحليل والتفسير للـ Users هذا illustration واحد لواحد طيب الآن في عندي بفهوم اسمه Bookkeeping 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 بالعربي يعني مسك الدفاتر الآن Bookkeeping هو جزء من المحاسبة ولكن هو ما بيشمل على الأنشطة الثلاثة هذولا هو بس بنشط على عملية الـ Recording فقط اللي هو التسجيل يعني اللي بيكون بعملية Bookkeeping ما بيقدر يعمل اللي هو Identification وما بيقدر يعمل اللي هو الـ Communication اللي هو التوصيل وما بيقدر يعمل Analyze وما بيقدر يعمل Interpret هو بس بيقدر يسجل مثل ما إحنا منعلمه يعني أعطيكم مثال مثلاً واحد فتح محل ممكن يحط مثلاً أخوص صغير أو أيها تواحد بكله اسمه حي في دفتر هنا هذا دفتر الدين أي واحد بيجي بوخذ بيشتري منا وبتفعش بتسجل تحت صفحته يعني الغرض اللي تدينه والمبلغ خلص بهذا الشيء ها منسميه Bookkeeping هذا يعني ماسك دفتر الآن هذي العملية مش محاسبة هذي هذي جزء من عمليتيش المحاسبة إذن منقدر نقول المحاسبة تشمل على العمليات الثلاثة 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 الآن Bookkeeping جمالها فقط تشمل على الركوردين بس بس الركوردين طيب الآن نيجي على اليوزرز اللي أنا هنا بحكيلي هو يوز اكاونيك داتا الآن احنا هنا في الكوميونيكيشن بنا نعطي هذه المعلومات اللي احنا حددناها وسجلناها وبينا نوصلها طبعا بعد التحليل والتفسير لمين لليوزرز طيب الهم هذو اليوزرز الهم اللي بيهتموا بهذه المعلومات المحاسبية في عندهم عين لليوزرز في عندي إنتانا اليوزرز اللي هم مستخدمين جوه الشركي وهم بشكل مختصر المانيجرز هايو المانيجرز اللي هم إدارة اللي بيشتغلوا في الشركة وفي عندي الإكسا ايدييوزرز اللي هم اللي براه الشركة طيب خلينا نشوف هنا الانتان ايديوزرز آر مانيجرز هايو آر مانيجرز اللي هم المدرغل اللي ف전에 عملوا طبعا هذولا بيعملوا لو عناصر الإدارة بيعملوا plan بيعملوا organize بعمله تخطيط وتنظيم وتوجيه وحتى انه يشغله المشروع يعني. من الامثلة عليهم مثلا مدراء التسويك مثلا مشرفين الانتاج مثلا مدراء التمويل الرؤساء الاقسام. كل هذول الناس اللي بيشتغلوا جوه المؤسسة طبعا قسم الادارة فقط. قسم الادارة. شو يعتبروا هذولا اللي هو وطبعا هم اللي بحضروا وهم اللي بيعملوا هذه العمليات يعني. هم اللي بقوموا بالاشراف عليها وتحضيرها. طيب. الان. الان هنا في اسئلة يعني الانتاج يسألوا. ممكن هذول المانيجر يسألوا. يعني مثلا الفاينانس بودير التمويل. شو بقول. هل المال يكفي المال المتوفر للشركي يكفي انه احنا نوزع توزيعات مثلا. الان هذا الفاينانس دايركتور بده يجاوب هذا الاشي. الماركتينج. المانيجرز مدير التسويق. شو مثلا. شو سعر اللي لازم نحطه على سعر المنتج. فهذا مدير الانتاج. هو بده يحدد هذل اشي. في عندي مثلا. ادارة الموظفين. شو ممكن مثلا يقولوا. مثلا. كان جنرال موتورز افورت تقيف اتس امبلييز باي ريز. هالي بتقدر المؤسس تدفع زيادة في الرواتب. مثلا. المانيجمنت. التوب منيجمنت. بيقولوا مثلا. اي خط من خطوط الانتاج للشركة مربح اكثر. اذا. طبعا حتى انه يجابوا هذه المعطيات لابد من معلومات يعني. يستندوا عليها حتى يجابوا على هذه الاسرية. اللي هم الانتاج. الان المعلومات بتجيه وفي ايش بنسميه مانيجيريال اكاونتين. يعني المحاسب الادارية هي اللي بتعطيهم بهذه البيانات الضرورية حتى يقوم بعملهم. اذا. هذه المانيجيريال اكاونتين. بتعطيك تقارير طبعا داخلية تهلب يوزرز. اه. ميك ديشنز. اه. لمساعدة هذول الانتاج. طبعا هذول لانتاج لليوزرز. مدرحة حتى انه بيتخذوا القرار المناسب. اكزامبلز. اه. يعني من الامثلة. مثلا اه. في عندي مقارنات. مثلا اه. بين البدائل. مثلا اه. بروجيكشنز اوف انكم. فور نيو سيلز. مثلا. فوركاست. تبقعات. كل هذه الابور. المحاسبة الادارية بتقدم هذه البيانات للادارة. الانتاج للانتاج لليوزرز. حتى انه يكون بعملهم. طيب طبعا هذي هذا يعني معلومات هيك خارجية. بقدر واحد يكراها. يعني معلومات ازيادة. طيب هذولا الانترنال. الان الاكسترنال اللي برا الشركة اللي بيعرفوش ايش عن الشركة. يعني بنسميهم اكسترنال يوزرز. وطبعا هذولا بكونوا اوتسايد الشركة. يعني بنسميه احنا اوتسايدرز الخارجين. وهذولا طبعا بهمهم اكثر من غيرهم يعني اللي يعرفو عن الشركة. لانهم مش في الشركة بيعرفوش اشي. يعني مش مثل الانترنال يوزر. الانترنال يوزر الانترنال يوزر. الانترنال يوزر الى دارة هي داخل شركة لو بتعرف كل شي. طبعا ابرز امثلة على الاكسترنال يوزرز اللي هم في عندهم اسئلة ممكن يسألوها. مثلا الانفستورز ممكن يقولوا مثلا اس جنرال اليكتريك طبعا هذه الشركة في امريكا ايرن ايرننج يعني ارباح هذه الشركة تربح دخل كافي ومليح مثلا. مثلا انفستورز ايضا ممكن يسألوا هاو ديزني طبعا ديزني هذه الشركة شركة افلام. كومبير عشانات تربح تربح من tall bear with time warner يعني بدهم يقارنو ديزني مع time warner عنو الاطخم والنو اللي بربح اكثر. مثلا الكريديتورز على سبيل المثال الدائنين ممكن يسألو هذي شركة طيران. هل بتقدر شركة الطيران هذه المتحدة يعني تدفع ديونها عند موعد استحقاقها. طبعا هذه أسئلة يحتاج إلى معلومات. الآن المعلومات التي تقدم لأكسترنال يقدمها ما يسميه المحاسبة المالية وهذا ما ندرسها في هذا المساق إن شاء الله. إذن هذه تقدم معلومات مفيدة لأكسترنال يوزر. طبعا من الأمثلة أيضا على الأكسترنال يوزر غير الانفستور وغير الكريدوتور في عندي مثلا التاكس اثوريتز اللي هي السلطات الضريبة. مثلا في أمريكا في عندي إيش من سميه إنتين الريفينيو سيرفيس اللي هو خدمات الإيرادات الداخلية يعني. في عندي مثلا ريجولاتوري ايجنسيز اللي هو الوكالات التنظيمية أو المؤسسات التنظيمية للسوق. في عندي مثلا كاستمرز الزبائن هذول كلهم يعتبر ايش بين الاكسترنال يوزر يعني من المستخدمين الخارجيين. في عندي أيضا اللي هي نقابات العمال نقابات العمال. طيب ممكن شخص يحكيلي طب ما هم العمال جوا الشركة يا دكتور. يعني هذولا انتينال لا. هذولا صح هم جوا الشركة بس هم مش من الادارة يعني هم ما 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 بقدر يوصل للمعلومات اللي تحت الايد الادارة. فالليبار يونيونز هذول يعتبروا من الاكسترنال يوزر. وايضا يعني الموظفين الاخرين اللي هم مش في قسم الادارة يعتبروا ايضا من الاكسترنال يوزر. طيب في عندي هنا دويت طبعا هنا في الكتاب بيجيك بعد كل موضوع بعد آآ نهاية كل محور يعني هاي جينا من نيجي على المحور الثاني هذا في فيديو الثاني بخليه. نهاية كل محور شو بحط هيك مثل تدريب محلول تدريب محلول على البيسيك كونسبت. شو بكولي هانا معطيني خمس جمال وبدو احدد true or false. طبعا هو مجاوب هاي يعني اول واحد يترو. شو بكولي the free steps in accounting يعني الخطوات الثلاث في المحاسبة. are identification recording communication صح. مثل ما اخذنا. اثنين مثلا بكولي false غلط. بكولي bookkeeping compasses. يعني تشمل all steps in the accounting process تشمل عكل الخطوات في المحاسبة. معان غلط. لانه ثلاث بكولي false. بكل accountants prepare يعني المحاسبين بحضروا but do not interpret. ولكن ما بيفسروا financial reports. طبعا غلط. لانه احنا حكينا انه في ال communication بيعملوا ايضا بجانب تقديم financial reports. بيعملوا financial reports. بيعملوا analyze. وبيعملوا ايضا ايضا ايش interpret. يعني تحليل وتفسير. اذا هذي غلط. طيب اربعة. اربعة شو معطيني false. بكل. طبعا اربعة. بكل the two most common types of external users are investors. اه بس ايضا اعلك الدقيقة بس. اه يا جب. بكل the two types. يعني الامثل المشهور على the external users. اللي هم من the investors. الinvestors صح. والcompany officers لا اغلط. الcompany officers اللي هو الراسل الاقسام هذول من the internal. طبعا شو لازم يحط هنا عشان يصير صح. عندي creditors. لو حطي creditors بصير صح. ايطان هذي غلط. خمسة. خمسة شو مجا وما ترو. بكل ما نجير ال accounting activities focus on reports for internal users. صحيح. المحاسبة الادارية بتقدم تقارير لميل لل internal users. طبعا هنا في عندي تمارين مثلا اكسرسايز واحدة واحدة اكسرسايز واحدة لاثنين. وفي عندي دوت واحدة واحدة. اضم موجودات اخر الوحدة. حب ذالة والطالب يعني يروح عليهم ويحاول ايش حلهم. هيك انا بكون خلصت المحور الاول وان شاء الله الفيديو القادم رح نتعرض للمحور اللي بعده. السلام عليكم.